السلام عليكم ورحمة الله اليوم الفيديو مرشحات التربية الإسلامية للصف الثاني متوسط نهاية الكورس الأول كتبت 16 سؤال إن شاء الله تستفادون من هذه المرشحات هنو الحل سؤال الأول عرف المد العارض للسكون مع أعطاء مثال لكل حرف الجواب هو مد حرف الألف والواو واليا بمقدار أربع حركات عندما يسكن الحرف الأخير الذي يلي حرف المد في الكلمة الأمثلة عليها يضرب الله الأمثال وكل فيها خالدون وإن الله ليس بظلام للعبيد سؤال الثاني عرف مد اللين مع أعطاء مثال لكل حرف مد اللين هو مد الواو أو الياء الساكنين المفتوح ما قبلها وبعدها سكون عارض ويمد بمقدار أربع حركات الواو لا تأخذه سنة ولا نوم الياء يرونهم مثلهم رأي العين سؤال الثالث أكتب ما تحفظه من صورة النبأ هذه موجودة صفحة سبعة السؤال الرابع أكتب ما تحفظه من صورة القيامة هذه الصورة موجودة صفحة ثلاثين سؤال الخامس أكتب حديث نبأ وشريف المنافق والنهي عن المنكر حديث المنافق موجود صفحة أربعة عشر والنهي عن المنكر موجودة صفحة ثمانية وثلاثين أعطي معاني الكلمات عم عن أي شيء الصور البوق سباتة راحة لأبدانكم شدادا قوية محكمة وهاجا متقدا متلألئا ثجاجا غزيرا بنانه أطراف أصابعه برق البصر برق البصر دهش وتحير فزعا مما رأى لا وزر لا ملجأ من الله أين المفر أين الهرب من العذاب السؤال السابع فسر قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر الجواب إذا تحير البصر ودهش فزعا مما رأى من أهوال يوم القيامة وذهب نور القمر وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء سؤال الثامن فسر قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا الجواب إن يوم الفصل بين الخلق ويوم القيامة كان وقتا ومعادا محددا للأولين والآخرين يوم ينفخ الملك سرافيل عليه السلام في الصور سؤال التاسع أكتب ثلاثة من أهم ما يرشد إليه عن سورة النبأ هذه موجودة صفحة دعش سؤال العاشر عرف المعجزة وما هي شروطها تعريف المعجزة هي الأمر الخارق للعادة يأتي به النبي أو الرسول للبشر تصديقا له في دعوة ويعجز البشر عن أن يأتوا بمثله شروط المعجزة أن تقع على أولا أن تقع على يد نبي أو رسول يعلن دعوة النبوة لكي تمتاز من كرامة الأولياء أن تكون تصديقا لدعوته أن يتحدى النبي قومه بأن يأتوا بمثلها أن يعجزوا عن معارضته فإذا أتوا بمثلها لا تكون معجزة سؤال الدعش ماذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء أثناء وفاته الجواب أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به وأنه لن تطول المدة به سؤال الدعش ما الذي تولى غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين وفاته غسله الإمام علي عليه السلام وكان الفضل بن العباس يناوله الماء والعباس يعينهم سؤال 13 عدد آداب الطعام هذه موجودة صفحة 27 نقاط سؤال 14 عدد معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لخمسة فقط تسليم الحجر نسيج العنكبوت في الغار الإسراء والمعراج نبع الماء من بين أصابعه تكثير الطعام ببركته ودعائه سؤال 15 ما هي شروط الواجب توفرها أمام الجماعة الذي نقتدي به الصلاة أن يكون عاقلا بالغا فلا تصح الصلاة خلف الصبي والمجنون أن يكون مؤمنا تقيا أن يحسن إداء الصلاة والقراءة سؤال 16 بماذا أوعد الله تعالى المنافقين وبمن أقرنهم الجواب وعد الله المنافقين والمنافقات بنار جهنم وشبهم بالكفار هاي عيني المرشحات كتبت لكم 16 سؤال وكاتبوا آني مرشحات بالسنوات السابقة إن شاء الله تستفادون من عيدهم ونزلتهم بقناتي على التليقرام تقدرون السحبوهن كصور إن شاء الله توفيق